كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يونيو وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المصار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وبهذه المناسبة أكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائما حصن أمان وأمان لكل المصريين هذا وبعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتح السيسي بهذه المناسبة موسيقى